التضمين والنماذج عندما يكون لديك برنامج له عدة نماذج يجب أن تجعل بعض البيانات متاحة لأي نموذج بتعريفها بكونها على أنها متغير عام في جزء الواجهة للوحدة الخاصة بواحدة من النماذج سوف يعمل معك هذا الأمر بشكل جيد ولكن هناك مشكلتين أولا إن البيانات لا تكون متصلة بأمثلة معينة للنموذج ولكن بالبرنامج بأكمله إذا أنشأت نموذجين من نفس النوع فإنهما سيتشاركان في البيانات إذا كنت تريد أن يكون الحل من نفس النوع حتى تحصل على نفس النسخة من البيانات فإن الحل الوحيد هو أن تضيفها إلى فئة النموذج type tform1 equal class tform public in clicks integer and والمشكلة الثانية هي أنك إذا قمت بتعريف البيانات على أنها متغير عام أو على أنها حقل public لنموذج فلن تكون قادرا على تعديل تنفيذها في المستقبل بدون التأثير على الكود الذي تستخدمه البيانات على سبيل المثال إذا كان عليك فقط أن تقرأ القيمة الحالية من النماذج الأخرى فيمكنك أن تعرف البيانات على أنها private وتوفر طريقة لتقرأ القيمة type tform1 equal class tform public function get clicks integer private n clicks integer and function tform1 get clicks integer begin result equal n clicks and للقيمة الحالية Beth Coop ryn sovereign can 根 their ию OD